ضرب إعصار إرما مناطق بوسط فلوريدا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة مخلفا دمار في المنازل والشوارع وقال المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة فقدت قوتها تدريجيا بينما لا تزال مناطق واسعة من السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة عرضت للعواصف وأضاف أن الخطر يمتد إلى ساحل جورجيا وأجزاء من ولاية كارولينا الجنوبية